يعتبر أحد المشاريع الأساسية في خطة التنمية الثقافية مشروع مدن الثقافة الأردنية التابع لوزارة الثقافة حيث أعلن وزير الثقافة الأسبق صلاح جرار والأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري أسماء المدن التي تم اختيارها الواقع في هذا اليوم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المدن الثقافية التي تم اختيارها من خلال لجنة المدن الثقافية المشكلة في وزارة الثقافة والمشكلة من وزير الثقافة بقرار منه وبرئاسة معالي الأستاذ مازين الساكت بعد أن نظرت اللجنة في الطلبات المتقدمة وعددها ستة طلبات ونظرنا فيها جيدا من حيث البنى التحتية توافر البنى التحتية من حيث الإمكانيات من حيث المشاريع من حيث الأنشطة من حيث عدد الهيئات الثقافية في كل مدينة من هذه المدن بعد ذلك أوصت اللجنة لمعالي وزير الثقافة بأن تكون الرمثة مدينة للثقافة في هذا العام وأن تكون أيضا لواء عين الباشا كذلك مدينة ثقافية لهذا العام وأن يكون لواء الأغوار الجنوبية مدينة ثالثة في الجنوب للعمل الثقافي أو لتكون مدينة للثقافة حقيقة نحن نأمل من هذه الألوية أن تنهض بعمل ثقافي متميز لتوافر البيئة الثقافية التي تتيح لهذه المدن أن تقدم عملا ثقافيا نوعيا ومتميزا بسبب وجود مكانة تراثية ومكانة تاريخية عريقة لكل واحدة من هذه المدن الثلاث كذلك نأمل تعاون الهيات الثقافية المختلفة نأمل تعاون القطاع الاقتصادي والمجتمع المحلي مع هذه الأنشطة وكذلك نحن نتمنى لهذه الأنشطة الثقافية أن تحظى بالنجاح أن تتكلل بالنجاح في نهاية العام لكن نتمنى أن تكون الأنشطة مستدامة يعني دائمة وليست فقط خلال هذا العام وفي الوقت نفسه نتمنى للألوية التي لم تفز بالمسابقة في هذا العام أن تحظى بأن تسمى مدن ثقافية في الأعوام القادمة إن شاء الله ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى إبراز ما تزخر به المدينة الأردنية كجزء لا يتجزأ من المملكة من تراث متنوع وتثمين رصيدها الثقافي وتأكيد على دور الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة اليوم تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة الثقافية لأنه كان المشروع الأول عن مراكز المحافظات انتقلنا الآن إلى مراكز الألوية وتم إشراك أيضا المجالس المحافظات المركزية لتكون شريكا في اختيار الملفات التي ستترشح للتصفية النهائية في الوزارة في الوزارة شكلنا لجنة من خبراء وأكاديميين ومثقفين للنظر في هذه الترشحات من المحافظات واختيار الألوية التي ستكون هي مدن الثقافة لعام 2018 ورعينا أن يكون في كل إقليم مدينة مثلا في إقليم الشمال كانت مدينة الرمثة في إقليم الوسط منطقة عين الباشا وفي الجنوب الأغوار الجنوبية وبالتالي هذا توزيع للتنمية الثقافية وإشراك الجميع بالفعل الثقافي وسيكون هناك موازنات لكل مدينة ثقافية لتقوم بتنفيذ نحن شطتها وأعمالها في مجال الثقافة على مدار العام ونتمنى أن يشارك الجميع سواء كانوا كتاب أو مثقفين أو هيئات ثقافية أو حتى هيئات اقتصادية في دعم هذا الفعل الثقافي لأن الثقافة أصبحت الآن هي مرتكزة للأيام القادمة وهي أيضا بموضوع الأمن الثقافي هي حرز وضمان للمستقبل إن شاء الله وتكمن أهمية استمرار هذا المشروع في مدن مراكز الألوية في تحقيق هدف الوزارة وإدامة الفعل الثقافي وتعزيز مساحة الوطن وتأهيل وتدريب وتنمية مهارات الكوادر الثقافية الوطنية ومؤسساتها لتلبية حاجتها الثقافية وصولا إلى التغيير المنشود